موسيقى أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل تعلم البرمجة معاكم عليك كشف في الحلقة دي هتعلم أكتر عن برمجة زي ما عرفنا في الحلقة اللي فاتت ايه هي الفايل هاندلينج وعرفنا ان منخلالها نقدر ننشئ ملفات نصية ونكتب كمان جواها اي محتوى احنا عايزينه وسواء عمليات الكتاب او القرية كنت بقدر كمان نعمل عمليات حذف للملف اللي انا عايزه عن طريق مكتبة جديدة واللي اسمها OS واللي عرفت ان هي خاصة بالاوبريتنج سيستم او نظام التجمعيل بتاع الجهاز اللي انا باستخدمه حالة النهاردة المراتي مش انا البروجرامرز اللي هنتعامل مع البرنابي لا احنا نخلي اليوزر هو اللي يتعامل معها ويعمل كل عمليات اللي عملنا مع بعض في الحلقة اللي فاتت عشان كده لنبدأ مع بعض حلقة النهاردة ونعمل بروجيكت جديد جاهزين يالا بينا في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن العبارة الرز بأنمعها المختلفة وعرفنا ان العبارة الرز او المكتبات هي عبارة عن مكان مكتوب جوا اوامر برماغية معينة سواء كلاسز او ميسلز معينة بيتنفذ اوامر معينة او اوامر مختلفة وكل الاكوايت دي قدر ان انا استخدمها بشكل مباشر عن طريق ان انا هعمل امبرت او اضافة للمكتبة اللي انا عايز استخدمها ومضمن المكتبات اللي احنا اتكلمنا عنها هي التكنتر عرفنا ان التكنتر خاصة بجزء اسمه وهو نحنصر لجرافكال يوزر انترفيس او الوجهة اللي المستخدم ممكن ان هو يتعامل من خلالها مع اي برنامج وهي دي الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها مع اي برنامج من البرامج اللي احنا بنتستخدمها بشكل تقليدي في حياتنا اليومية در ان احنا نعمل عن طريق التكنتر برامج مختلفة وكل برنامج كان بيعمل اوظيفة او مهمة غير البرنامج التاني وزي ما عرفنا من اول حلقة ان البرمجة هي الطريقة اللي نقدر نتكلم بيها كمبيوتر علشان يحلل لنا مشاكل معينة فكل حاجة ممكن اكون مش عارف اعملها او ممكن تكون من سببها لي مشكلة معينة اقدر ان اعمل برنامج يسهل لي الموضوع ده المشكلة بتاعت النهاردة وهي ليه علاقة بالجزء بتاع الفايل هاندلينج اللي احنا اتكلمنا عنه المرة الفاتتة وهو ببساطة جدا فكرة ازاي ان اقدر اكتب محتوى نصي في ملف من نوع تكست اقدر ان اكتب جواه كلام بشكل طبيعي جدا بس الجديد اللي احنا اتكلمنا عنه ان ممكن اتعامل مع الملفات دي عن طريق الاكواد البرمجية وخاصة لغة البايثون اللي احنا بنتعلمها مع بعض فعن طريق لو اعان البرمجية اقدر ان انشئ ملف جديد واكتب جواه كلام انا عايزه او حتى اقرأ الكلام اللي مكتوب كل الكلام ده كنا بنعمله في الحلقة اللي فاتت كمبرمجين او بروجرامرز الحلقة دي هنحول الموضوع ان اليوزر هو اللي هيقدر لتعامل مع الكود البرمجي بتاعنا او مع التنفيذ بتاع الكود البرمجي علشان يشوف العمليات اللي هتتنفذ ويقدر بنفسه ان هو يعمل عمليات كتابة لملفات معينة او انشاء لملفات جديدة وكمان يقدر ان هو يستخدمها فيما بعد علشان يعمل عليها عمليات مختلفة من غير ما يكتب اي سطر كود او حتى يكتب بنفسه اوامر الكتابة او الاراية من الملفات فببساطة البروجيكت بتاعنا هو عبارة عن ان احنا هنعمل نوت باستخدم البرمجة هتكون عبارة عن برنامج هتكون بتمثل النوت اللي احنا ممكن نكون بنكتب جواها الملاحظات بتاعتنا او حاجات معينة عايز ان انا اسجلها او ادونها بشكل معين علشان اقدر ان ارجع لها في اي وقت بعد كده واشوف ايه الكلام اللي انا كتبته عشان اعمل عليه اي حاجة انا محتاجة فببساطة تعالوا نحول الفكرة اللي احنا عايزين نعملها او المشكلة اللي احنا عايزين نحلها باستخدم الكود البرمجي ليه مجموعة من القطوات اللي احنا متعودين عليها علشان نحول اي فكرة موجودة عندنا او اي مشكلة ممكن تكون بتواجهنا لكود برمجي نقدر من خلاله ان احنا نحل المشكلة دي او ان احنا نصنع برنامج او نبرمج برنامج جديد يقدر ان هو يحلل لنا المشكلة اللي احنا عايزين فزي ما احنا عارفين اول مرحلة من المراحل اللي احنا نتكلم عليها وهي مرحلة تعريف او تحديد المشكلة بتاعتنا لازم نكون محددين ايه هي المشكلة اللي البرنامج بتاعنا بحلها فالمشكلة اللي موجودة عندي انه محتاج اكتب ملاحظات عايز اسجلها او ادوانها بشكل معين على الكمبيوتر بتاعي سواء ان عايز احفظ الكلام ده او كمان عايز استخدمه بعد كده بحيث ان انا ممكن اعمل لود او احمل الملف اللي انا كتبت فيه الملاحظات دي علشان اقراها وافتكرها او حتى ان ازود عليها ملاحظات تانية كل الكلام ده في الطبيعي علشان نعمله بنروح لأي ستور او اي برنامج او سوفت وير معمول جاهز من شركات مختلفة ونبتدي نعمل دون نود لسوفت وير ده او البرنامج ده ونستخدمه ونكتب فيه الملاحظات بتاعتنا زي برامج كدير ممكن نكون بالفعل بنستخدمها في حياتنا اليومائي بس المرة دي بقينا مبرمجين ونقدر نبرمج بنفسنا اي برنامج ممكن نحتاجه والبرنامج اللي احنا محتاجين نحلله او المشكلة اللي احنا محتاجين نحلها هي مشكلة ممكن نقول مش اصعب حاجة وقردي بقى عندنا المعلومات الكافية اللي نقدر من خلالها ان احنا نصمم البرنامج ده فتعالوا نفكر مع بعض في ايه هي طريقة الحل بتاعتنا اول حاجة عايزين نفكر في الجزء بتاع الديزاين او تصميم البرنامج ده يعني البرنامج اللي احنا محتاجينه شكله هيكون عامل ايه العناصر اللي هنكون محتاجين نضافها جوه الشاشة او النفذة بتاعت البرنامج وبعد كده نبتدي نشوف الجزء بتاع البرمجة ازاي نخلي العناصر دي او النفذة دي تتفاعل بشكل مناسب علشان تقضي الوظيفة اللي احنا عايزينها منها زي ما احنا عارفين ان عن طريق تكنتر بنقدر نحنا نعمل نفذة معينة والنفذة دي نحط جواها العناصر اللي احنا محتاجينها فاهم حاجة في البرنامج بتاعنا هو الجزء اللي هقدر من خلاله اكتب في الكلام او الملاحظات بتاعتي فدي كده اول حاجة عرفت ان انا محتاج مكان مربع اكتب جواه الكلام اللي انا عايزه جميل جدا تاني حاجة محتاج مجموعة من الزراير اللي بتعمل عمليات مختلفة ازاي زرار يعمل لي save للكلام اللي انا كتبته وزرار يحمل لي الملف اللي انا كنت اكاتب فيه قبل كده ممكن اقفل البرنامج وافتحه تاني فابقى عايز اعمل load او تحميل للملف اللي انا كنت اشغال عليه اصلا ممكن اكون محتاج زرار معين بيقفل لي التطبيق بتاعي كاجزة او حروج من البرنامج بس لو جينا فكرنا شوية نقدر ان احنا نخلي البرنامج بتاعنا يتعامل مع الموضوع بطريقة اوبسط بكتير بدل ما اقعد اعمل زرار كتير جنب بعض انا هعمل فكرة اسهل من كده وهي لو فاكري الحلقة اللي تعلمنا فيها على القائمة او شريط القائم البار اللي ممكن احط فيه اكتر من امر معين اقدر ان استخدمها واعمل قائمة هنا سميها على سبيل المثال فايل وهتكون مسؤولة عن كل العمليات اللي ممكن من خلالها اكون بتحكم في الملف بتاعي او الفايل اللي انا بكتب فيه الكلام وعن طريق القائمة بتاعته اقدر ان احط كل الحاجات اللي احنا قلناها فقلت انها محتاج قائمة اعمل منها save وقائمة او زرار اعمل من خلاله load وممكن اخر حاجة هعملها ال exit ان انا اعمل اغواق او خروج من البرنامج بتاعي لحد دلوقتي ممكن نكون فهمنا مع بعض ايه التصميم او ايه ال design بتاع البرنامج وايه هي ال GUI اللي احنا محتاجين نعملها علشان نصمم البرنامج بتاعنا ونحط كل العناصر اللي احنا عايزنا في بعض الحاجات اللي احنا قلدي اتكلمنا عليها قبل كده في حلقات فاتت وكمان عارفين بتتعامل ازاي وهننفذها مع بعض وفي بعض الحاجات البسيطة جدا اللي ممكن تكون لسه جديدة علينا ونتعرف عليها مع بعض في البرنامج ده فعشان كده تعالوا ننتقل مع بعض لتاني مرحلة عندنا في البرنامج بتاعنا وهي تنفيذ الكود البرمجي الخاص بالمشروع بتاعنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة